سؤال عندنا سؤال لكم أجيبون عليه وهو أن القرآن الكريم قال في سورة التوبة أعزائي الآية أربعين من سورة التوبة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقولوا لصاحبه لا تحسن لا تحسن سؤال بغض النظر أنه من المقصود بذلك له بحث في محلة بغض النظر أنه هو الخليفة الأول أو غيره وأنه ذلك الغير اسمه كان أبو بكر أو شيء آخر ذاك الآن مباحثنا هذا أيا كان هذا المهم أن كثيرا من أعلام المسلمين يقولون أن القرآن عبر عن هذا الشخص الثاني اللي في اعتقادهم هو الخليفة الأول عبر عنه أنه صاحب رسول الله وهذه منقبة لا تساويها منقبة أن القرآن عبر عن شخص أنه ماذا صاحب رسول الله سؤال ما معنى الصاحب في القرآن الكريم هو من حق أحد يروح أين بناء على المبنى اللي هما يقولون يقولون لا تفسروا أهل البيت بحسب الرواية اذهبوا إلى ماذا إلى القرآن تعالوا معنا إلى القرآن لنرى ما هو المراد من الصاحب في القرآن أليس من حقنا هذا؟ لأنه لا يحق لكم أن تفسروا الصاحب أو الصحابي بالمعنى الممدوح الخصوصية الأعلائية التي لا تداني أنتم دابد أن تفسروا الآية بمقتضى ماذا؟ بمقتضى الآيات القرآنية أليس كذلك؟ القرآن يفسر بعضه يفسر بعضه جزاكم الله تعالى أنا أعزائي لا أطيل على الأعزة كثيرا في هذه الليلة تعالوا معنا إلى سورة يوسف الآية تسعة وثلاثين من سورة يوسف قال تعالى وَاتَّبَعْتُوا ثمانية وثلاثين 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 وَاتَّبَعْتُوا مِلَّةَ مَن دا يقول؟ يوسف في السجن دا يقول للسجناء الذين معه وَاتَّبَعْتُوا مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون جيد إذن دا يتكلم مع من؟ مع المشركين مع المشركين لأنه قال ما كان لنا أن نشرك بالله وآية قبلها قال مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله إذن هؤلاء الذين حوله كانوا ماذا؟ إما من المشركين وإما من ممن لا يؤمنون بالله لا يؤمنون بالله ثم توجه بالخطاب إلى هؤلاء الذين لا يشتركون معه بأي لفظ وصفهم بأي لفظ وصفهم إذن القرآن الكريم عندما يستعمل الصاحب والصحبة بالضرورة يريد يعني أنه مدحون فيه قضيلة لو يريد المعنى اللغوي له وهؤلاء أيضا صاحب نبيا نبيا بل يا صاحبي السجن طبعا لا سمح الله الآن لا يقول لقاء سيدنا يعني أنت تريد أن تتهم الخليفة الأول بأنه كان مشركا كان كافرا لا 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 أبدا البحث مو في هذا البحث أريد أقول أريد أنفي أحسنتم أريد أنفي ما يقوله الآخر من أن لفظة الصاحب ليست بالضرورة تدل على محمدة وعلى مدح وإنما قد يكون ماذا قد يكون ذنب هذا مورد في القرآن قد تستقطع نعم 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 قد تستقطع هذه اللفظة وبعد ذلك يقال أن السيد كمال أقول على ثقة الآن أنا بيني وبين هم وإنصافهم وعدلهم ودينهم هذا المورد الأول المورد الثاني أعزائي في الصف في الآية سبعة وثلاثين من سورة الكهف الآية سبعة وثلاثين من سورة الكهف الآية تقول وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلِإِنْ رُدُدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجْدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك إذن يطلق الصاحب وين كان ماذا وين كان كافر لا دلالة عندما تصاحب كافر ومؤمن هذا المورد الثاني حتى لا نطيل على العزة المورد الثالث ما ورد في سورة سبأ أعزائي الآية ستة وأربعين الآية ستة وأربعين من سورة سبأ قال قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ده يقول لمن ها للجاهلية بليل للذين كانوا في عصر رسول الله ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة أولئك ماذا كان رسول الله عبر عبر عنه ماذا بصاحب هؤلاء صاحب من المشركين صاحب المشرك لا اتهاموه بالجنون صليح القرآن الكريم وكذلك ما ورد أعزائي في سورة النجم قال تعالى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا ظَلَّ إذن إذا يريدون أن يطبقوا القاعدة ولذا تجدون واقعا هم التفتوا إلى هذه الحقيقة تجدون أن الشيخ ابن تيمية في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ابن تيمية تقديم معالي الشيخ صالح الفوزان مكتبة دار المنهاج أعزائي في صفحة مائتين وخمسة يقول وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ أي صاحبكم الذي من الله عليكم به إذ بعثوا إليكم رسولا من جنسكم يصحبكم إذ كنتم لا تطيقون أن تروا الملائكة يصحبكم يعني الصحبة المصاحبة اللغوية لا علاقة لها بالصحبة الإصطلاحية التي هي العدالة والتي لهم من المقامات ما لا يعاد والتي هي أنهم كلهم من أهل الجنة وعشرات الصفات الأخرى هذا مورد أعزائي ومورد آخر كما ورد في كتاب التبيان في أيمان القرآن تأليف الإمام بن قيم الجوزية تحقيق عبد الله بن سالم البطاطي أعزائي الطبعة الأولى سنة 1429 من الهجرة هناك في صفحة 365 وخمسة وستين أيضا قال وتأمل كيف قال سبحانه ما ظل صاحبكم ولم يقل ما ظل محمد صلى الله عليه وآله تأكيدا لإقامة الحجة عليهم بأنه صاحبهم مع أنه الاختلاف كاملا موجود ماذا؟ في العقيدة هذا موحد وذاك ماذا؟ وذاك مشرك ولكن مع ذلك صدقة ماذا؟ الصحبة